سلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد هلا وكل الهلا بكم اليوم رح نسوي بيتفور العيد الهش الدايب كلش طيب وكلش بسيط أتمنى تجربوا وإن شاء الله يعجبكم قبل ما نبدي إذا كانت هذه أول مرة شوفون بها قناتي أتمنى تشتركون بها وتنورونا خلونا لايك من إيدكم الحلوة وادعمونا الفيديو وحكون ممنونة أكثر إذا كملتوا الفيديو للأخير لأن رح أذكر كل الخطوات اللي تساعدكم أنه ينجحوا إياكم البيتيفور من أول مرة نقول بسم الله ونبدي بوصفتنا لهذا اليوم رح نبدي ويا المقادير اللي أحتاجها لتحضير البيتيفور طبعاً أنا مجربك كل شهوية مقادير لتحضير البيتيفور هذه المقادير كانت الأضبط وكانت جداً رائعة وهشة ومعتمدتها من فترة طويلة المقادير اللي أحتاجها يظهر أمامكم على الشاشة هذه المقادير جداً بسيطة وجداً مضبوطة خلال الفيديو رح أشرح لكم إذا واجهتكم مشاكل أثناء العمل شلون تحلوها وشلون تصرفون هاي هي المقادير هسا رح نبدي نحضر عجينة البيتيفور في وعاء ضفت حبة البيض اللي رح أستخدمها ورح أضيف وياها كوب من السكر المطحون ما يصر نستخدم السكر العادي لازم السكر يكون باودر رح أضيف وياها المقادير 250 غرام من الزبدة الزبدة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة مثل ما شفتوا الزبدة طرية على مود يسهل علينا الخفق هسا رح نبدي نخلط هاي المكونات مع بعضها إلى أن يصير عندنا الخليط كريمي تقدرون بهاي المرحلة يضيفون الفانيلا لكن أنا أضيفها بعدياً على مود تبقى أنكها مالتها واضحة إذا تحبون تخلوها بهاي المرحلة حسب رغبتكم خلطت هسا هاي المكونات مع بعضها إلى أن صار عندنا الخليط كريمي ومجانس رح أضيف هسا الطحين والنشة والبيكن باودر ورح أضيف بهاي المرحلة الفانيلا مثل ما قلت لكم تحبون تضيفوها هسا أو تحبون تضيفوها بالبداية وهي البيض حسب رغبتكم نخلط هسا هاي المكونات مع بعضها بهشكل هذا فوق المكونات اللي خفقناها ورح نبدي هسا نخلط الخليط هذا أو العجينة بإيدنا وأريدكم اتركزون على طريقة العجن لاحظوا آني شلون ده أعجن المكونات مجرد أريدها تتلابس أو تتجانس لا تعجنوها بالطريقة العادية مثل ما نعجن عجينة البيتزا أو الفطائر أعجنوا بهذا الشكل مجرد نخلي الطحين وباقي المكونات تتلابس ويا خليط الزبدة والبيض والخليط اللي ضفناه يعني وخلطناه بالبداية مجرد تشوفوها تجانسة بهشكل هذا خلص توقفون العجن إذا عجنتوها زيادة عن اللزوم البيتفور عدكم رح يصير قوي أثناء الشاوي بعد أن تكملون عجن في حال كان المكان اللي ده تعجنون بي حار فضروري تتركون الخليط أو العجين هذا بالثلاجة لمدة 5 دقايق على مد يتماسك أكثر بعد مرور 5 دقايق رح نبدأ نشكل قطع البيتفور ورح أخذ أول شيء أول جزء رح أسوي البيتفور اللي كله أنا أبيض استخدمت طبعا كيس الحلواني وقمع التازين مثل ما شفته شكل النجمة إذا عدكم المكينة اللي تشكل البيتفور فممكن تستخدموها أنا للأسف متوفرة فاستخدمت التشكيلة الكلاسيكية لعمل البيتفور جبت قالب وخليت بيه ورق زبدة وبديت أشكل قطع البيتفور به شكل هذا أضغط عليها ضغطة بسيطة وبعدين أسوي به شكل هذا أفرها للفورمة على مود تاخذ هذا الشكل الحلو إن شاء الله تكون طريقة التشكيل واضحة أمامكم كملت هسه القالب رح أدخله إلى فرن بدرجة حرارة 180 الفرن يكون محمي مسبقا نخلي القالب بالرف الوسطي نفتح الشوايتين بنفس الوقت مدة الشاوي هي 10 دقائق فقط لكن أهم شي تراقبوه مثل ما تعرفون درجة حرارة الفرن تختلف من نوعية فرن إلى آخر هسه رح نرجع للجزء اللي بقى عندنا من العجينة مادة البيتفور ضفت لها ملعقتين طعام من الككاو الككاو اللي أنا دقى أستخدمه هو خاص بالحلويات وزنه جدا خفيف فالعجينة بقت محتفظة بقوامها ماحتاجت أضيف لها أي شي في حال شفتوا العجينة صارت عندكم سميكة فضيفوا لها ملعقة طعام من الزبدة الطرية وأجنوها شوية على مود ترجع تكون وياكم طرية ونفس القوام اللي بدينا به بتحضير البيتفور رح نبدي هسه نشكل قطع البيتفور وطبعا أنا إذا أشتغلوا بمكان بارد فمثل ما داشتشوفون العجينة ويايا إذا تطلع تمام فحاولوا قدر الإمكان من تبدون تشتغلون بالبيتفور إنه تشتغلون بمكان بارد على مود العجينة ما تلزقوا إياكم زيادة عن اللزوم استخدمت طبعا كيس به شكل هذا مثل ما شفتوا بديت أرقق العجينة سمك العجينة هنا 2 سنتيمتر مو أكثر ورح أستخدم أي حافة عتكم أي قالب على مود نشكل قطع البيتفور به شكل هذا طبعا طرق التشكيل والقوالب هذه شغلات اختيارية تقدرون أنتوا تتحكمون بيها وتختارون الأشكال اللي تعجبكم إن شاء الله تكون طريقة العمل هذه واضحة أمامكم أحب أنطيكم فقط كم نصيحة بخصوص الشوي من تجون تريدون تشهون البيتفور يفضل إذا كانت هذه أول مرة تساووها إنه تشهون أول شي قطعة وحدة فقط من البيتفور إذا شفتوها طلعتوا ياكم تمام مثل ما دخلتوها للفرن طلعتوها محتفة بشكلها ومساحة معناها شغلكم مضبوط والعجينة ما لتكون مضبوطة لكن إذا لا سامح الله قطعة البيتفور ساحت أثناء الشوي فهذا معناها العجينة مالتكم ما مضبوطة وبيها نسبة عالية من السوائل أو الدهون فش سوون؟ رشولها ملعقتين طعام من الطحين وارجعوا وعجنوها هاي معناها كمية الطحين اللي أنتوا ضاي فيها ما تمتص كمية كبيرة من السوائل أو الدهون فيحتاج إنه نزيد كمية الطحين على موت تطلع العجينة ويانة مضبوطة أتمنى تأخذون هاي النصيحة بنظر الاعتبار خصوصا إذا كانت أول مرة يساوون بها البيتفور على مود الشغل مالتكم ما يخرب هنا شوافتكم تقدرون أن يساوون البيتفور بدون استخدام أي قالب تشكيلات بسيطة يطيكم شكل حلو صار القالب الثاني مالتنا جاهز رح ندخله أيضا إلى فرن محمي مسبقا بدرجة حرارة 180 نخلي القالب بالرف الوسطي مدة الشوي ما تتجاوز العشر دقائق لكن من بعد الدقيقة الثامنة راقبوا الفرن مالتكم لأن مثل ما قلت لكم تختلف درجة حرارة الفرن من نوعية إلى أخرى بعد أن يطلعون القوالب من الفرن ضروري تتركوها ترتاح وتبرد لمدة ما لا يقل عن ربع ساعة بعدها رح تستمتعون بأطيق الطعام لاحظوا قوام البيتفور مالتنا شلون هش وشون يتفتت ويذوب بالفم وهذا القالب الثاني أيضا صار جاهز بعد أن طلعتها من الفرن تركته إلى أن يبرد تماما يلا بديت أتعامل ويا القطع وأرفعها من القالب هاي الخطوة أيضا جدا مهمة وأتمنى تأخذوها بنظر الاعتبار هسا رح نختبر الهشاشة مالتها طبعا روعة يذوب بالفم حاولوا تستخدمون كاكاو خاص بالحلويات لأن شغل البيتفور شغل كلش حساس أي خطأ بي ممكن أنه يخروا بالوصفة التزموا فقط بالنصائح اللي قلتلكم إياها ورح تحصلون على أطيب بيتيفور رح نبدي هسا انزين البيتفور استخدمت هنا كمية من الشوكولاتة السادة ذوبتها باستخدام حمام مائي وعندي هنا شوية من برش جوز الهند أكو قسم بقيته أبيض وقسم خليت له لون وسويته لون أصفر ورح أضيف أيضا شوية من الجوز بعد أن فتفتة وكسرته وشوية من الفستق الأخضر رح أبدي هسا زين البيتفور بهشكل هذا طبعا تقدرون تكون الحشوة الداخلية أمام ربوة أو نوتيلة إذا حبيتوا تستخدمون زبدة اللوتس كلها طيبة تقدرون تستخدموها حتى يعني تلسقون كل قطعة بالثانية أو تقدرون تستخدمون الشوكولاتة إحنا جماعتنا يحبون الشوكولاتة فأني استخدمتها للحشوة والتزيين إن شاء الله تكون الطريقة واضحة والتزيين بسيط ويعجبكم إذا طبعا حبيتوا تبقوا سادة بدون أي شيء فهذا أيضا الخيار متاح أو حبيتوا تزيينوا وتخلون لمساتكم الحلوة وتفرحون عائلتكم بشيء منصنع إيدكم شيء نظيف أنتم سوي تعرفون شنو بي أنا كلش أحب أسوي هاي الأشياء بإيدي ومن زمان كلش ناوي أصور لكم البيتفور ومواعدة هواية بنات لكن سبحان الله أكو وصفات ما عرف شنو دايصروا إياها طبعا مو بس البيتفور أكو عدة وصفات أجيب المواد مالتها وأحضرها سبحان الله ياكلوها تجاهل وتخلص المواد وأرجع أقول يلا ثمرت اللوخ أعود أشتري المكونات وأثويها وهس يلا أجي السراء البيتفور إن شاء الله تستفادون من عنده بالعيد وتاكلوه يا أحبابكم وكل عام وأنتوا بقلوا بخير مقدما كملت تقريبا تزيين وتشكيل قطع البيتفور مثل ما شفتوا أكو قسم حشيتها وأكو قسم مجرد زيانتها تزيين بسيط حبيت أنطيكم عدة أفكار إن شاء الله كلها تستفادون من عندها بعد أن زيانتها بشكل هذا رجعتها النفس قلب الشوي وتركتها إلى أن النستل عدناء الجف بالكامل وتكون جاهزة أن ننقلها إلى صحون التقديم طبعا الكوبين وثلاثة أربع مناطحين نطتني هاي الكمية قسم حشيتها مثل ما شفتوا وقسم بقيتها كما هي إن شاء الله تجربون الوصفة وإن شاء الله تعجبكم طبعا رتبت البيتيفور بطريقتين ما عرفت ياهو الأحلة فخليت لكم ياها ثنيناتها يعني اختاروا من عندها الترتيب اللي يعجبكم إن شاء الله تجربون الوصفة وتاكلوها ويا أحبابكم بألف صحة وعافية قبل ما ننهي الفيديو مالتنا لهذا اليوم أهنيكم مقدما بالعيد السعيد كل عام وأنتوا بألف خير وصحة وسلامة ينعد عليكم وعلى أهلكم بالخير والعافية والبركة وكل عام وتجميع بألف ألف خير يارب يكون الفيديو مات اليوم عجبكم وخدمكم نلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر